استقرار حزب جبهة التحرير الوطني هو أمن واستقرار الجزائر حسب الأمين العام جمال والد عباس ما يفسر أن ما حدث داخل البيت العتيد من تجاذبات وصراعات بين الفرقاء هو ترجمة لتجاذبات داخل دوالب السلطة لا استقرار ولا أمن بدون استقرار في قلب جبهة التحرير الوطني تصريح الأمين العام جمال والد عباس خلال ترأسه للمكتب السياسي بهذا الشكل يوحي بأن الجبهة جهاز تتحكم فيه أطراف داخل المؤسسات العليا في الجبهورية الأفدان مؤسسة من مؤسسات الدولة الجزائرية وليس حزبا سياسيا يضيف والد عباس تفسير يحيل الأمر أن الجبهة تعد كباقي هيئات الدولة في تنفيذ الأوامر الفوقية حزب ليس حزب الجبهة الوطنية مؤسسة للدولة نحن مؤسسة منذ أول نظام الخمسين العامود الفقارين تعد دولة الجزائرية هي جبهة تحرير الوطني وعرف حزب الأغلبية الذي يعتبر نفسه القوة السياسية الأولى في البلاد عدة صراعات وانشققات داخلية عبر بحطاته التاريخية وفي بساره السياسي كانت في أغلبها بخلفيات عدم توافق أصحاب القرار في أعلى الهرم